اشتركوا في القناة موسيقى 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 محمد برحب به كيف تقرأ دلالات هذا القرار يعني القرار توقيته إلى حد ما غريب في الوقت اللي الناس بتتكلم فيه على ضرورة تبني حزمة من الإصلاحات أو حزمة من إعلاء ولو شكل لقيم الدموقراطية وده شفناه من الناس محسوبين على النظام شكل واضح ومن إعلام النظام شفناه من الدكتور معتزع فتاح وهو بيقول لازم بس نخلي الحاجات شكلها أفضل فنتفاجئ النهاردة بقرار بإدراج عدد كبير جدا من القوى المدنية على قوام الإرهاب وبؤكد من القوى المدنية المنتمين لأحزاب مدنية ما فيش أي حدث يوم ينتمي مثلا لجماعة الإخوان زي ما بيتم الترويج دائما أو حتى زاخل فيها إسلامية مثلا فأي حاجة تبع الإخوان الإسلاميين فإرهاب زي ما نظام السيسي بيقول وده بالطب وده أكيد يعني خلانا أكد أن ده مش حقيقة ولكن النظام طوله يقول كده لكن للوقت إحنا فيه كلام يعني قرارات واضحة بإدراك زيادة العليمي محمد الأصاص عبد من ياما بفتوح على عبد فتاح وغيرهم 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 من أسماء ناس لا ليهم علاقة بإرهاب ولا ليهم علاقة بتنظيمات إرهابية يعني ناس كلها محبوسة يعني علاقة بفتاح محبوسة أثناء تقضيطه لي عقوبة المرأبة فكان بيعون إرهاب فين يعني بيروح يبات في الإسم كل يوم بالليل قبس خمس سنين وقرق يروح ينف بيتهم ساعتين كان 12 ساعة ساعة بيكون موجود منهم كل يوم في الإسم وبعدين اتقبض عليه من سنة فالحقا إجمال الأبضاء خارج السجن آخر 7-8 سنين يعني ربما أيام معدود أيام بالزبط أيام معدودة يعني السنة اللي هو عادة برا السجن نصها كان بيقضيها في السجن بشكل واضح يعني بيقضي المرأبة يعني وده بيحصل وإحنا بنتكلم أنه مع إعلان المؤشرات الأولى اللي بتقول أنه فيه تغير في الإدارة الأمريكية وأنه ربما ترامب يرحل فجئنا بإخلاق سبيل عشرات من المحبوسين احتياطيا في مصر اللي تعاد تدورهم بعدها بتلات أربعة أيام وكأنه فيه حد جوه النظام المصري قال إيه ده إحنا لازم نباين إن إحنا بتوع ديمقراطية طب نرحق نفرج عن شوية قبل ما الإدارة الجديدة تيجي ونبقى مضطرين لدوان وبعدين وكأنه برضو الحد ده قاعدوا اجتمعوا كده لما فاجئوا من الصدمة لا 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 إحنا نسودها على دماغهم ونقبض على ناس كتير فلما يجوا تفاوضوا معنا بدل ما يتفاوضوا على خروج اللي جوه يتفاوضوا على تحسين شروط حبس الجداد يعني هناخد الناس وهنحبسهم في ظروف غير ملأمة ونزلهم قوائم إرهاب واللي بيحصل النهاردة ما عز ميلنا في المبادرة المصرية جاسر عبرازي يعني يعني مش بعيد يعني اللي بيحصل مع جاسر عبرازي النهاردة مش بعيد أبدا عن الصورة يعني بتاخد يتحبس في غرفة انفراضية بملابس صيفية في عز الشتاء وبتنزل مجموعة تانية على قوائم الإرهاب وكأنه النظام المصر بيقول احنا مش طوال دموقراطية احنا مكملون بعيدا عن الدلالات السياسية للموضوع خلينا برضو نرجع لنقطة قانونية مهمة لأنه ناس كتير وعزين استغلوا وجودك معنا تفهم يعني أصلا أنه شخص يدرج على قوائم الإرهاب الأثار اللي بتترتب على هذا البرلمان العظيم اللي انقضت مدته بيتم انتخاب برلمان جديد عمل تعديلات عدة على قانون العقوبات وقوانين الإجراءات الجنائية ويأصدر قانون جديد اسمه قانون الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الإرهاب وعمل تعديلات على القوانين دي أكتر من مرة عمل قوانين جديدة ثم عديلها أكتر من مرة الخلاصة بتاعة القوانين دي أنه النيابة العامة تقدر تطلع قائمة تقول فيها الناس دي عايزين ندركها على قوائم الإرهاب تتبعت للمحكمة المحكمة دوصدر قرار ويتنشر القرار في الجريدة الرسمية وبعدين اللي عايز يعترض يروح محكمة النقضي يعترض فتفضل حضرتك موجود على قوائم الإرهاب ويتفضل ممنوع بما يترتب على ذلك من أثار صحب جواز السفر منع التصرف في أموالك التحفظ على حساباتك كل هذه الأمور وبعدين حضرتك بها تروح محكمة النقض ولما محكمة النقض تحكم لك ببطلان هذا القرار وده حصل مع عدد كبير من الناس هل يعمل قضية جديدة هل يدرجك هل الأصاص ثاني مرة يدرج على قائل الإرهاب في أضايا مختلفة يعني طبعا القرار اللي سيصدر النهاردة ما رحلاش نبص عليه هو يمكن وبعد عبد المناء أبو الفتوح فممكن يكون الموضوع مرتبط بالزبط بتجديد لأنه القرار بيقصدر لمدة خمس سنوات وإحنا الآن في 2020 فيه قرارات ربما صدرت من 2015 بتم تجديدها بشكل دوري عشان يعاد مرة أخرى القوائم لو ساعت منها يعني قد القانون ما لحقوش يعدوا الخمس سنوات لو هو كل خمس سنوات ما لحقوش يعدوا خمس سنوات بالطبع وأنا ما قدرتش النهاردة بص على القرار الجديد بشكل واضح يعني لسه وصل لنا القرار يمكن من نصف ساعة ولا حاجة قبل الهوى فما لحيتش أشوفه لكن خلينا نقول إنه السلطة بتدرج ناس على قائم الإرهاب الناس بتروح ترفع دعاوة في حكامة النقد في حكامة النقد بتحكم بتصالحهم السلطة ترجع تنزلهم على أضايا جديدة ما حاجة بتتم إخلاق سبيله بتتم تدورهم مرة أخرى ومع التدوير ده بينزلوا تاني قائم إرهاب وهكذا وده وليك ده وليك ده وليك يعني أنت يعني إحنا عندنا حاجتين ما بيخلصوش في مصر حالة الطارق بنشيلها يوم ونجددها ثلاث شهور ونشيلها يوم ونعلنها ثلاث شهور ونشيلها يوم ونجددها ثلاث شهور ونشيلها يوم ونعمل أعادة إعلان ثلاث شهور وهكذا والحبس الاحتياطي وما يتلطب عليه زي قوام الإرهاب أو خلافه ما بيخلص القانون بيقول أن الحبس الاحتياطي سنتين لأننا عندنا نجب على أربع سنين وأكتر القانون بيقول أن قوام الإرهاب لو محكمة النقد لغتها فخلاص لا بنروح ما أوكي هنحترق محكمة النقد بس هننزلهم على قضية جديدة وهكذا وكأن هذه القوانين اتحطت من هذا النظام علشان يفضل يخلفها علشان يعمل عملية مستمرة لإهانة القانون علشان يفضل كل يوم بيقول للناس أنا الدولة أنا القانون وده الكلام اللي قالوا بعض صنوع القوانين في تسريبات ليهم يعني الناس بتقول كده أنا القانون أنا اللي بصنع القانون فتخال أنه عضو برلمان نجح في برلمان لم تكن فيه انتخابات البرلمان اللي بتنتهيه لايته برلمان 2014 ونجح بشكل أمني وباختيار قوام أمنية بشكل واضح وصريح ما فيش أي انتخابات حصف فيما بعداشر بيتكلم في مكالمة اللي فونية عائلية بيقول أنا القانون ما بقى الدولة نفسها الأمن اللي اختار أو الأجهزة الأمنية اللي اختارت هؤلاء الأعضاء اللي تم التنكيل بهم وراملهم خارج البلاد الآن بيتصرف زي مع القانون بيقول إيه فهو ده وضع اعتامر إحنا بنواجه جهاز أمني بيتعامل مع القانون باعتباره قرار لأنه دايما البعض بيشوف إنه ده بيكون إجراء سياسي احترازي علشان اللي موجودين في قوام الإرهاب دول لا يمكنوا من السفر للخارج يعني تراقب حساباتهم بموجب القانون يتم مصادرة أموالهم وغيره فبالتالي البعض بيرى إنها سيطرة على بعض اللي عاملين خلينا نقول صدع للنظام من أسماء معينة مثلا فبالتالي يبقوا طول الوقت ما فيش أي خطورة منهم علشان حسابات المراجعة ممنوعين من السفر كل الإجراءات اللي بيعملوها مراقبة بقوة القانون فبالتالي ده تأمين ما فيش أفضل من كده يعني طيب إيه الإزعاج بيؤرموا كمان من التراشط للانتخابات طبعا وواشنطولي سياسية وكل ده تمام يعني خلينا بس نسأل يعني المد الخط الطرح اللي أنت تطرحها يا تامر على استقامته إيه الألأ والإزعاج اللي عملوا الأصاص وعب مينهم والفتوح وزياد العليمي هما مرمين في السجن بقالهم فترات طويل يمكن تمهيد لخروجهم مثلا لا بيقدروا يتحكموا في أموالهم إيه يمكن تمهيد الخروج مثلا لا 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 خالص أتمنى يعني أتمنى لكن اللي بيحصل ده يعني ينفع تطلعه وتعمل تدابير احترازية يعني أنا ينفع أعمل لك إخلاق سبيل وفي قرار إخلاق سبيل أقول مع اتخاذ تدابير الاحترازية منع من الصفر إقامة جابرية مراقبة شرطية أهو فالغرض حصل يعني الغرض من أنه هو ما يتصرفش ما يخرجش ينفع تحفظ على الأموال وينفع حطه كذا ينفع وفي قرارات تتحفظ على الأموال بتتعرض عن نيابا العامة لكن إدراجك على قوائم الإرهاب ما ينفعش يكون قرار احترازي ما ينفعش تكون الدولة بتعمله عشان خايفة من حاجة تانية ده بتزل قيمة الإرهاب يعني أنت لما تتعامل مع أخطر جريمة بتواجه الدولة باعتبارها أداة للسيطرة على خصومك السياسي المحتملين لأن أنت قتلت السياسة في البلد فيه اصدراء وكره للقانون أكتر من كده هذا النظام بيقره القوانين ما بيحبش القانون بيزدار القانون يعني بيعمل القانون عشان يهينه مش عشان حتى يستخدمه يعني النظام مبارك كان بيصنع شهر القوانين وأثناء التطبيق بيخلفها شكرا جزيلا إن هذا النظام بيعمل قانون عشان يضربه بعرض الحق المحامي والحقوقي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة